بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعض فحياكم ما أيها الأعبة في هذه المادة وهي اللوها العربية وعلم النحو الأول ونحن لازلنا في باب إنما أخواتها وقتصنا إلى بيت مئة وثلاثة وثمانين قال النظم وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوزر قالوا وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتداء يعني تسحب خبر إن المحسورة لا من تسمى لا من ابتداء مظاهر الكلام المؤلف تسحب الخبر الوجوبة وليس كذلك وإنه هو على سبيل الجواز هذا تقول هنا مبحث تقول لا مبتداء على خبر إِنَّا الْمَكْسُورُهُ أي إِنَّا على خبر إِنَّا وليسَ أَنَّا فهنا يجوز أن يدخل لام الابتداء على خبر إِنَّا ومثال ذلك إِنِّي لَوَزَرْ أي إِنِّي لَنَاصِرٌ فإِنْ نَاصِرٌ هنا خبروا إِنَّا دَخَلْ عَلَيْهِ لَمْ الْإِبْتِدَاءُ هذا هو الخلاصة من البيت الذي ذكره والناظم أن ألام الابتداء يجوز أن يدخل على خبر إِنَّا فنقول إِنَّا مُحَمَّدًا لَحَاظِرٌ إِنَّا مُحَمَّدًا لَحَاظِرٌ ولم الابتداء بالأصل أنها لا متوقيت لا متوقيت في الأصل ثم نأتي إلى البيت الذي بعده والبيت مئة وأربعة وثمانين وَلَا يَلِذِ اللَّمِ مَا قَدْ نُفِيَا وَلَا مِنَ الْأَفْعَالِ مَا كَا وَرَضِيَا فهنا المعنى العام لهذا البيت أن اللام الابتداء التي تاكع في خبر إِنَّا لَا يَلِيهَا مَا نُفِيَا لأن اللام للتوكيد وَلَا نَفِيَا لِعَدَمِ التوكيد بمعنى أنها لا يجوز أن يأتي يبدأ بعد اللام الابتداء التي دخلت على خبر إِنَّا أن يأتي بعدها النفي لأن ذلك ينافي التوكيد ولم الابتداء للتوكيد وَالنفي ينافي التوكيد فمثال ذلك مثلا إذا قَارنَا إِنَّ زَيْتًا لَمَا قَامَ فَهُنَا لا يجوز أن يأتي ماء النافي بعد اللام الابتداء فذلك لا يجوز أن نقول إِنَّ زَيْتًا لَا لَا لَيسَ فِي الْبَيْتِ لأن ليس هنا للنفي ولم هنا للابتداء فهنا لا يجوز أن يأتي بعد اللام الابتداء التي دخلت على خبر إن النفي لا يأتي النفي بعد لام الإبتداء الداخل على خبر إن فكل شيء من فيه لا يمكن أن يلي هذه اللام وذلك للتغاية والتناقض وكما قلنا كل ما في معنى النفي فإنه لا يجوز أن يدخل على لام الإبتداء الداخل على خبر إن لأن بينهما تناقض والتضغط وكذلك لا يلي هذا اللام فعل الماضي لا يجوز أن يلي هذا اللام أي اللام الإبتداء الداخل على خبر إن فعل الماضي ولا يجوز ولا يجوز أن نقول إن محمدا لقاما إن محمدا لقاما أو لجلس هنا لا يجوز لأنه لا يدخل على فعل الماضي لكن إذا كان الفعل مضارئا فإنه يجوز أن نقول إن زيدا لا يقوم إن زيدا لا يقوم فهنا لام الإبتداء تخرط على فعل مضارئ فهنا يجوز لكن لا يجوز أن يدخل على فعل الماضي كذلك يجوز أن يدخل على فعل غير متصرف أما المتصرف فإنه لا يجوز أن يدخل عليه لام الإبتداء يجوز أن نقول إن زيدا لعسى أن يفهم إن زيدا لعسى أن يفهم وإن زيدا لنقم الرجل فهنا عسى فعل ماضي جامد يجوز أن يدخل عليه لام الإبتداء لكونه جامدا مهما كان ماضيا لكن إذا كان ماضيا متصرفا فلا يجوز ذلك فلا يجوز أن نقول إن زيدا لقام إن زيدا لجلز فهنا لا يجوز لأن الفعل فئلا ماضيا متصرفا أما جامد فإنه يجوز دخول لام الإبتداء عليه وخلاصة هذا الشكر القاعد التالية القاعدة الأولى أن لام الإبتداء تليها جميع الأسماء حتى غير على القول الظاهر لها القاعدة الثانية أن هذه اللام تاليها جميع الأفعال المضارعة القاعدة الثالثة أن هذه اللام يليها الجامد من الأفعال الماضية أما المتصرفة فلا تليها ثم نات إلى البيت الذي بعده وهو البيت 185 وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سمع على العداد مستهددا هنا الآن أرد أرد الناظم أن ينبهنا أنه قد تدخل اللام على الفئل الماذي المتصرف وهذا ليس مطلق بل معقد مثاله إن ذا وقد سمع على الإداد مستهددا والشاهد قوله إن ذا وقد سمع فسمع فئل الماذي المتصرف لأنه ودخل عليه اللام معقد أي بمعنى أنه إذا كان الفئل الماضي دخل عليه سبقه قد فحين إذن يجوز أن يدخل عليه لام الابتداء مثلا إذا كنا إن زيدا لقد قام إن زيدا لقد جلس هنا يجوز أن يدخل لام الابتداء أن يدخل لام الابتداء على الفئل الماضي بشر أن يتقدم على الفئل قط وإلا فليجوز ذلك وخلاصة قواعد الأبيض الثلاثة السابق ما يلي القاعدة الأولى تصحب خبر إن المقصورة لام تسمى لام الابتداء والغرد منها زيادة التوكيد ثم القاعدة الثانية لا يمكن أن يلي هذه اللام ما يدل على النفه من فئل أو حرف أو اسم وذلك للتضاد القاعدة الثالثة يمتنئ دخول اللام على خبر إن إذا كان فئلا ماضيا متصرفا القاعدة الرابعة يجوز أن تدخل اللام على الفئل الماضي المتصرف إذا كان مسحوبا بقد ثم نأتي إلى النقطة التي بعدها وهو البيت مئة هو ستة وثمانين وتصحب الواسطة مأمول الخبر والفصل واسما حلا قبله الخبر ذكر المؤلف رحمه الله أن لام الابتداء بالإضافة إلى صحبتها للخبر أيضا تصحب ثلاثة أشياء الأول مأمول الخبر إذا كان متوسط بين الإسم والخبر مثل ذلك إن زيدا لا تعامعك آكل وهنا الآن يأتي أو يدخل لام الابتداء على مأمول الخبر فمن الأمثلة التي ذكرنا في البيت التي ذكرنا تطرقنا إلى دخول لام الابتداء على الخبر وهنا دخول اللام على مأمول الخبر لكن بشرط أن يكون مأمول الخبر يقع بعد الإسم وقبل الخبر أي أن يتوسط بين إسم وبين الخبر مثال ذلك إن زيدا لطعامك آكل فزيدا إسم إن طعامك هنا مأمول الخبر وآكل خبر إن فهنا دخلت لام الابتداء على مأمول الخبر لأن طعام هنا مفؤول به مقدم وفاعله آكل فهنا دخل اللام على مأمول الخبر على مأمول الخبر والثاني الفصل يعني وتصحب الفصل ويريد بالفصل هنا ما يؤرب ب ضمير الفصل أو ضمير المنفصل ومثال ذلك إن زيدا له الفاضل إن زيدا له الفاضل إن هذا له القصص الحق فهذا اسم إن له لام الابتداء هو ضمير فصل لا محال له من الإعراق والقصص خبر إن وقد خرط اللام هنا على ضمير الفصل إن هذا له القصص الحق دخل اللام على ضمير الفصل والثالث اسما حل قبله الخبر يعني تدخل اللام الابتداء على اسم إذا إذا تأخر عن الخبر إذا تأخر ماذا عن الخبر أي إذا تأخر اسم إن على خبرها وحين إذن يجوز أن يدخل لام الابتداء على الإسم ومثال ومثال ذلك قوله تعالى إن في ذلك لعبرة فهنا في ذلك جار ومجور في محل رفع خبر إن وعبرة اسم إن مؤخر ثم هنا داخل لام الابتداء على اسمها لكونه متأخر على أو عن خبرها والأمثلة في دخول لام الابتداء على الاسم المتأخر عن خبرها كثيرة جدا فهنا الآن صار أو صار لام التوكيد أو لام الابتداء تسحب أمور أربعة الأول الخبر وهو في المبحث الذي مر معنا ثم الثاني معمول المتوسط ثم الثالث ومير الفصل الرابع الاسم المتأخر أي الأول الخبر في المثال ذلك إن زيدا لحاضر فهنا تخول لام الابتداء على الخبر والثاني مأمول المتوسط إن زيدا لطعامك آكل فهنا تخلط لام الابتداء على مأمول الخبر والثالث ومير الفصل إن هذا لا هو الكتاب إن هذا له الكتاب فهنا دخل لام الابتداء على تمير الفصل والاسم المتأخر ومثال ذلك إن في ذلك لعبرة فدخول لام هنا على عبرة لكونها اسم متأخر عن خبرها ثم نأتي إلى البيت الذي بعده ووصل ما بذي الحروف مبتل إئمالها وقد يبق قاء العامل قوله ووصل ما بذي الحروف مبتل إئمالها أي بمعنى أن إذا يأتي أو إذا جاءت بعد هذه الحروف الناسخة مع الزاهدة فإن هذه الزاهدة فإن هذا الحرف أو فإن هذه الحروف الناسخة مرفوء الناسخة ما زائدة دخلت على أه عرف الناسخة فأبطلت عملها إذن إذا وصلت ما بهذه الخروف الناسخة بدل عملها وصار المبتدأ بعدها مرفوءا لم تؤثر فيه شيئا والخبر مرفوعا على أنه خبر المبتدأ وحينئذ لا تختص بالأسماء بل تكون للأسماء والأفعال أي أن إن أخواتها إذا وصلت أو إذا جاءت بعدها أما الزاهدة فإن هذه الزاهدة أبطلت أن إن وأخواتها من عملها فأصبه إن وأخواتها تدخل على الإسم والفعل على حد سوى مع أن إن وأخواتها إذا كانت ناسقة فإنها لا تدخل إلا على الأسماء ومثال ذلك إذا قلنا إن زيدا قائم هنا إن لها عمل لكن إذا وصلت ما بعدها ونقول إنما زيد قائم فهنا ما أبطل إن من عملها فزيد هنا مبتدأ وقائم هنا خبر المبتدأ وفي مثل هذه الحالة يجوز أن يدخل إنا وما على الفعل ولم يختص بالإسم ثم نأتي إلى البيت الذي بعده والبيت مئة وثمانية وثمانين وجائز الرفق كمأتوفا على منسوب إنا بعد أن تستكمل وقو في هذا البيت قال النظم وفي هذا البيت وجائز رفق كمأتوفا على منسوب إن بعد أن تستكمل فهنا مبحث إذا جاء بعد اسم إنا ما يعطف به فإنه ترفع المأتوف إذا عطفت على إنا واسمها وخبرها فترفع المأتوف ويجوز أن تنسب بل والأولى لأن قوله جائز رفق يدل أن الأصل فيه المن فكلمة جائز لا تعني أنه الأولى بل أولى والنصب مثال ذلك إن 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 زيد قائم وعمر فهنا أمر جاء عطفا على إن واسمها وخبرها فهنا يجوز أن أولى أن أولى إن زيد قائم وعمر أو إن زيد قائم وعمر فإذا قولنا إن زيد قائم وعمر فعمر معتوف على زيد معتوف على زيد والمعتوف على النصب منصوب أما إذا قولنا إن زيد قائم وعمر فعمر هنا أسبح مبتدأ وخبره محذوف وهو قائم فهنا أسبح معتوف الجملة على الجملة إذن نكرر أنه إذا أطفنا على إنا واسميا وخبرها فيجوز أن يكون ما المعتوف عليه ماذا مرفوعا أو منصوبا والمنصوب أو لا إذن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذا البيت أن من خصاش إن أنه يجوز إذا أطفنا على اسمها بعد استكمالي معموليها أن تجعله مرفوعا أو منصوبا هنا إذا أطفنا على اسمها على إن واسمها وخبرها أن يكون ما بعدها مرفوعا أو منصوبا ونقل إن زيدا لقائم وعمرن أو وعمرن فاكلا أما جائز فهنا أوليط أن أنبه يعني أن إنا لابد أن تستكمل معموليها أي يذكر بعد إن اسمها مباشرة وخبرها مباشرة ثم جاء بعدما التابع وهو العطف فهنا ما يؤتف على قبله إن واسم وخبرها يجوز أن يكون مرفوعا ومنصوبا لأن نوس يأتي بعد قليل على وجوب النسبي إذا عطف على اسم إنا مباشرة ثم البت الذي بعده بيت 189 وظامنين وألحق بإن لكن وأن من دون لأي تاول على وكأن قوله وإلحق بإن لكن وأن يعني أن المأتوف على اسم لكن وأن اسم أن بعد استكمال الخبر يجوز فيه الوجان الرفو والنسبي كما جزف ما دون إنا أي أنه إذا متف على اسم أن وخبرها أو اسم لكن وخبرها فإنما يُطف عليه يجوز أن يكون مرفوعا أو منسوبا فنقول مثلا في أن أن فنقول مثال في لكن منطلق علي لكن زيدا منطلق وعمر فهنا يجوز في الواجه الرفو عمر ونصب وعمر منطلق علي لكن زيدا منطلق وعمر أو وعمر ومثال أن علمت أن زيدا منطلق وعمر في يجوز أن نقول علمت أن زيدا منطلق وعمر أو وعمر يعني مثله تماما في عد في ما بعد إنا واسمها وخبرها لكن بشرت أن يستكمل معمولا إنا ولكن وأن أي معنى ذلك أن يأتي إنا ثم يأتي اسمها ثم يأتي خبرها ثم يأتي العطف فهنا ما يطف يجوز أن يكون معروفا مرفوعا أو منصوبا وقاله من دوني سي لأيت والعلا وكأن وهذا الحكم إنما يتماس أو يجري على إن وأن ولكن فقط ولم يجري على لأيت والعلا وكأن بمعنى أنه إذا جاء العطف بعد ليت وبعد لعل وبعد كأن واسمها وخبرها فإنه في حالة هذه لا يجوز الرف وإنما يجب أن نسب وإنما ماذا يجب أن نسب ومثال ذلك ليت زيدا قائم وعمرا فهنا لا يجوز أن يأتي عمرا ورخوة لا يجوز أن نقول لأيت زيدا قائم وعمرا لأننا إذا عطفناه ورفعناه لن قطع المعنى لن قطع المعنى لن قطع معنى تماني من عمر لأيت زيدا قائم وعمرا لأن هنا الآن نتمنى كيام زيد وإذا قلنا وعمرا فمعناه أن عمر قائم لأنه مبتدى وخبره ماذا فهنا لم يستمل معنى التمن فهنا بطل عمل لأيت وهنا بطل العطف فهنا في لأيت لا يجوز أن يكون مرفوعا لأيت زيدا قائم وعمرا أي لأيت زيدا قائم وليت عمر قائم فهنا في لأيت ولعل وكأن لا يجوز أن يكون مرفوعا وإنما يجب أن يكون منصوبا والخلاصة الآن أن المعتوف على اسم إن إن كان قبل الخبر واجب النسب في جميع الأدوات وإن كان بعد الخبر واجب النسب في ثلاث أدوات وجاز الوجهان في ثلاث أدوات في يجب النسب في لأيت ولعل وكأن ويجوز الوجهان في إن وأن ولكن ثم الآن نأتي إلى البيت الذي بعده هو البيت 190 وخففت إن فقل العمل وتلزم اللهم إذا ما تؤمل قوله خففت إنا أي أنه قد يأتي حالي من الأحوال أن إنا أصبها مخففة بدون التشتيد فنقول إن وليس إنا في مثل هذه الحالة إذا خففنا إن فأصبه إن فتسمى إن المخففة من الثكيلة فإذا قلنا إن وهو مخففة من إنا فنقول إنه إن المخففة من الثكيلة وقوله فقل العمل بمعنى أنه إذا جعلنا إن مخففة فأصبها إن ففي هذه الحالة يجوز الإمال وهو الأقل كما يجوز الإمال وهو الأكثر فإذا أعملنا فالأمر ظاهر مثل ذلك إن زيد قائم فإن هنا مخففة من الثكيلة زيد اسم إن منصوب وقائم خبر إن مرفو وهذا مثل قولنا إن زيد قائم فإن زيد قائم مثل إن زيد قائم تماما لا فرق بينهما لكن إذا أعملنا أي بمعنى أن إن هنا لا تعمل وهو كثير قوله وَتَزَمُ اللَّهُ إِذَا ما تُحمل يَأْنِ يُؤْتَى بِالْلَّهِ أُجُوبًا إِذَا أُهْمِلَتْ نَقُول إِنْ زَيْدٌ لَقَائِمٌ إِنْ زَيْدٌ لَقَائِمٌ فَهُنَا إِنْ هَا لَا تَعْمَلْ زَيْدٌ مُبْتَدَى وَقَائِمٌ خَبَرُ الْمُبْتَدَى هنا يأتي سؤال لماذا هنا يلزم من إضيان اللام في حالة إن لا تعمل الجواب لأن لزوم اللام من أجل الفرق بين إن المخففة من الثَّكِيلة وبين إن النَّافِيَة لأن إذا لم نأتي باللام هنا سيحدث اللبس فإذا قلنا مثلا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ فهنا الآن لا نعرف هل هنا نحن أثبت نَأْمْ نَفَيْنَا لأن إن قَتْ يَأتي بمعنى أو لإفادة النَّافِي إن زَيْدٌ قَائِمٌ هل نحن في هذه الجملة أثبت نَأْمْ شَيْئًا أَمْ نَفَيْنَا شَيْئًا هنا لا ندري لكن إذا جئنا باللام ونقول إن زَيْدٌ قَائِمٌ فهنا نحن على يكين بأن إن مخففة من الثَّكِيلة أي أننا أثبتنا شيئًا لأن لام هنا يفيد التوكيد والتوكيد لا يأتي مع النَّفِي إذن اللام هنا هي اللام الفارقة أي اللام التي تفرق بين إن النَّفِي وإن المخففة ف اللام التي تدخل على إن المخففة أو التي ماذا تلازم إن المخففة تسمى ب اللام الفارقة ويسمى باللم الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثَّكِيلة فالخلاصة أن المؤلف أفادنا أن إِنَّ إِذَا خُفِّفَتْ جَازَ إِعْمَالُهَا وإِهْمَالُهَا كَمَا أَنَّ كَمَا أَنَّ إِذَا أُهْمِلَتْ إِنَّ المخففة إِذَا أُهْمِلَتْ إِنْ المخففة من الثَّكِيلة وَجَبَ اِقْتِرَانُ خُبَرِهَا بِالْلَّام وَتُسَمَّى اللَّام الفارقة لأنها تفرق بين إن النافية وإن المخففة ثُمَّا نَأْتِ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي بَعْدَهُ وَرُبَّمَا أَسْتُغْنِيَ عَنْهَا إِنْ بَدَى مَا نَأْتِكٌ أَوْ أَوْ أَرَوْهُ مَأْتَمِدَ قَوْلُهُ وَالْمَأْنَا رُبَّمَا أُسْتُغْنِيَ عَنِ اللَّام وَلَمْ تَأْتِ مَعَا خُبَرِهَا إِذَا دَلَّتِ الْقَرِينَ وَالْقَرِينَ إِمَّا مَعْنَوِيَّ وَإِمَّا اللَّفْذِيَّةِ أي بمعنى أن الأصل أن الأصل إِذَا جَاءٍ مُخَفَّفَة مِنَ الثَّكِيلَةِ وَفُهِمَا المَعْنَى فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَى بِالْلَّام الفَارِقُ أُكَرِّر أن الأصل إِذَا جَاءٍ مُخَفَّفَة مِنَ الثَّكِيلَةِ وَفُهِمَا المَعْنَى فَإِنَّهُ لَا يُؤْتَى بِاللَّام الفَارِقُة وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِاللَّام الفَارِقُة لِعَدَمِ فَهْمِ المَعْنَى أو لِوْجُود اللَّبَس فِي المَعْنَى وَهُنَا الآن ما يدول على فَهْمِ المَعْنَى مَعْنَى المُخَفَّفَة إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَوِيَّ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَفْذِيَّ وَمِثَالُ المَعْنَوِيَّ قَوْلُهُ أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ وَإِنْ طَالِبُ العِلْمِ مَحْمُودٌ فَهُنَا مُخَفَّفَ مِنَ الثَّكِيلَ وَلَمْ يَلْتَبِسِ الْمَعْنَى أَنْ لِأَنَّ القَرِينَ مَعْنَوِيَّ وَإِنْ هُنَا مُهْمَلَة وَطَالِبُ العِلْمِ مَحْمُودٌ وَطَالِبُ مُبْتَدَأْ وَمَحْمُودٌ خُبَرُهُ وَلَمْ يَأْدِي هُنَا أَوْلَمْ يُؤْتَبِ اللَّهُ الفَارِقَة لِأَنَّ المَأْنَا مَفْهُومًا لماذا؟ لأنه هنا وَإِنْ طَالِبُ العِلْمِ مَحْمُودٌ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَأْنِي هُنَا النَّافِيَةِ لِكَوْنِ المَأْنَا مَعْدَا مَفْهُومٌ لِأَنَّ أَنَا طَالِبُ الْإِلْمِ وَإِنْ طَالِبُ الْإِلْمِ مَحْمُودٌ لِأَنْهُ لَا يُمْكِنْ أن يَنْفِي مثلاً هذا كونه طَالِبُ الْإِلْمِ مَعْدَوْطًا نَفْهُومٌ لِأَنَّ المَأْنَا مَفْهُومٌ لِكَوْنِ المُتَكَلِّمْ مَا دَالْآن يُثْنِي على نَفْهِ أَنَا طَالِبُ الْإِلْمِ وَإِنْ طَالِبُ الْإِلْمِ مَحْمُودٌ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنْ يَأْتِيَ هُنَاءٍ نَافِيَ فَقَوْنُ المُتَكَلِّمْ يُثْنِي على نَفْسِهِ بِكَوْنِ طَالِبُ الْإِلْمِ وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يَنْفِي كَوْنُ طَالِبُ الْإِلْمِ غَيْرْ مَحْمُودٌ أن ينْفِي كَوْنُ طَالِبِ الْإِلْمِ مَحْمُودٌ من حيث القرينة لفظية مثال ذلك قَوْلُهُ إِنْ مُوسَ فَاهِمٌ وَأَمْرٌ إِنْ مُوسَ فَاهِمٌ وَأَمْرٌ فَهُنَا قَوْلُهُ أَمْرٌ قَوْنَةٌ لَفْذِيَهِ بِأَنَّ مُخَفَّفَةً مِنَ الثَّكِيلَ وَلَيْثَ أَوَلَيْسَ نَافِيَهِ لَأَنَّ أَمْرٌ هنا معتوف على موسى معتوف على موسى فهنا أسبح إن هنا عاملة بأن موسى هنا اسم إن لأن ماذا لأن عمرٌ معتوف على موسى فهنا لا يُؤْتَى بِاللَّهِ مِنْ فَارِقَةً لأن المأن مفهومة من قرينة اللفظية وهو عمرٌ والخلاصة الآن أن العرب يُخَفِّفُنَا إن التي للتوقيت وحينئذ يجوز إئمالها كما يجوز إئمالها والأكثر الإئمال وإذا أُهملت يجب اكتران خبرها باللام ما لم يظهر المأن فإن ظهر المأن لقرينة المأنوية أو اللفظية جاز حذف اللام وجاز ذكرها وهذا شيء واضح لأن المقصود من الكلام وتركيبه هو فهموا فهموا من الثقيلة كذلك يجوز أن يخفف أن ويكون ماذا ويكون أن المخففة من الثقيلة قوله لم يذكر في الكلام من الثقيلة من الثقيلة رفق خبروا خبروا أن المخففة من الثقيلة من الثقيلة من الثقيلة من الثقيلة الثقيلة وإذا ما يكون خبروا جملة اسمها محذوف وخبرها جملة ثم نأتي إلى البيت الذي بعده وهو البيت الأهير في هذا الباب وخففت كأن أيضا فنوي من سوبها وذابدا أيضا غروي قوله وخففت كأن أيضا أي كما خففت إنا وكما خففت أنا كذلك خففت كأن فيقول كأن كأن المخفف من الثقيلة فهذه هي ثلاثة حروف من الحروف الستة أي إنا يخفف فأسبها إن وأن يخفف فأسبح أن وكأن يخفف فأسبح كأن وَقَوْلُهُ وَمِثَلُهُ وَأَمَا لَعَلَّا فَلَمْ تَرِدْ مُخَفَّفَة وَأَمَا لَيْتَ كَذَلِكَ مُخَفَفَة هذه المناسبة وَهُّ으 وَأَمَا لَيْتَ امَا لَرِهُcol is من الثكرة أما بنسبة أن إذا خففناها فيكون اسمها محذوف وخبرها جملة كما إذا خففنا كأن فاسمها كذلك محذوف وخبرها جملة مثل أن مثل أن مخففه تماما هذا هو الذي ما فيوسنا في تناول في هذه العجالة ونستعفكم من جميع التقسيرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته